نتكلمنا عن المريض النفسي أو الشخص الذي يعاني من المرض النفسي في حد فيه مجموعة محيطة به هي كمان بتعاني بس احنا بقى مركزين السابورت كله أو الدعم كله بيروح للشخص اللي في الأساس بيعاني المحيطين به قد يكونوا بيعاني بنفس الدرجة اللي لم يكون في بعض الأحيان لو أم مثلا شايفة ابنها بيعاني ممكن توصل لمرحلة إنها تبقى أصعب وأشدت صحيح ما عندناش ثقافة السابورت جروب بقى مش عارفة بيطلق عنها مجموعات الدعم للمحيطين بالمريض مش للمريض هو طبعا اتضح كتير إن مقدم الرعاية نفسهم بيتعرضوا لأزمات نفسية وربما أصيبوا بمرض نفسي فعلا زي الأم زي الأب زي الأخ أي حد بيقدم رعاية لمريض بالذات لو مريض مزمن يعني لو في مثلا واحد مريض ألزهايمر مثلا أب أو مريضة ألزهايمر أم أولادها هيتعبوا جدا معها لإنه بيسهروا طول الليل معاها احتياجاتها كتير مشاكلها كتير وما بين بقى هم أسرهم اللي عايزين يرعوها والأم أو الأب اللي عايزين يرعوه فبدأ الكلام عن إنه رعاية مقدم الرعاية ناخد بالنا منهم ويعني نوزع الأعباء لأنه ساعات إيه ساعات بنت أو ابن هو ليتحمل عبء الأب اللي عنده ألزهايمر أو عنده مرض نفسي مزمن أو حاجة فهو نفسه يقع في دائرة المرض النفسي أو العضل فنقول لا وزعوها على الأسرة كلها ولازم ياخد فترات راحة ما يبقاش قاعد مع المريض طول الوقت فمقدم الرعاية يعني لابد من الانتباه لها قد يكون جزء من طريقة العلاج أو السابورت أو الدعم يعني للمحتيم ومقدم الرعاية إنه ما يحسهاش إنه هي عبء قد ما يحسها إنها فرصة إنه يقدر يدعم أهله اللي سعدوه واللي قدموه له كتير يعني أعتقد الزاوية نفسها بتاعة الرؤية هي اللي بتختلف أنا فيه بس نقطة مهمة برضو عايز أشير إليها النهاردة لأنها مؤثرة جدا في إنه المريض النفسي يقدر ياخد رعاية أو ياخد حقوقه الإنسانية الوصمة الوصمة التي تلحق بالمريض النفسي مش بتلحق بس بالمريض النفسي المريض النفسي والمرض النفسي والعلاج النفسي والمستشفيات النفسية وده كترة حتى النفسيين يعني أنا بتلحقنا وصمة فالوصمة دي بتأخر العلاج وبتخلي الناس تأمل نوع من التمييز ضد المريض النفس وده عشان كده قالوا حقوقه الإنسانية العالمية لأن المريض النفسي ممكن أنه لما بيروح شغله ويعرفه أنه مريض نفسي ما بيشغلهوش يروح يخطب ويعرفه أنه مريض نفسي ما بيجوزهوش الناس بصالوا بص على أنه مجنون أو أنه فيه حاجة فيه مشكلة كبيرة فالوصمة دي بتعطل العلاج يعني فيه ناس كتير بيخاف يروح للطبيب النفسي لحسن تلحق به هذه الوصمة طيب سريعا بها دكتور محمد إزاي أوصل للسلام النفسي أو السلام الداخل وده بيبقى يعني إجراءات متعددة أول حاجة أنه الإنسان تبقى احتياجاته الأساسية مستوفى قدر الإمكان ويمكن عالم اسمه وصله حط احتياجات أساسية كده قال أنه فيه الاحتياجات البيولوجية الأكل المأكل المشرب المسكن المأوى الحاجات دي كلها كمان الاحتياج اللي يلي ده احتياج الأمان أنه هو يبقى عايش في أمان عايش في بيته في أمان في مجتمعه في أمان فالأمان جاي على طول بعد الاحتياجات البيولوجية لأهميته الكبيرة اللي بعد كده احتياجه للحب أنه يبقى في حب في حياته حتى لو شخص واحد أنه يحس كده أنه في حب في حد بيحبه كل ما زادت دائرة الحب دي كمالها تبقى الأمور أحسن الحتياج البعد كده احتياج للتأدير أنه يشعر أن اللي هو بيعمله بيقدر أنه الناس بتقدر مجهوده بتقدر مواهبه بتقدر الحاجات دي كلها الاحتياج اللي بعد كده قالوا الاحتياج لتحقيق الذات أنه قادر يحقق طموحاته قادر يحقق نجاحه قادر يحقق أحلامه الاحتياج الأعلى بعد كده هو الاحتياجات الروحية الروحانية نفاكده في إجراءات بسرعة شديدة جدا أن الشخص يكون بيحصل على غزاء جيد بيحصل على نوم جيد والنوم بالمناسبة من أكتر الحاجات اللي في السنين الأخيرة لقوهم مضطرب عند غالبية الناس كنت في مؤتمر في سان فرانسيسكو في شهر خمسة كان عدة ندوات على علاقة النوم بالصحة الجسدية والصحة النفسية الناس كتير ما بتاخدش فترة فيه جزء كبير متعلق به هو كشخص وجزء كبير كمان متعلق بالمحيطين به في قدرتهم على احتواءه احنا نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر شرفتنا فضل شكرا كل سلام طيبين شدينا معد مجز لهم الأخبار معدينا شكرا لك شدينا ساعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيسة التركية رجب طيب أردوغانا وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الاتصال تناول التشاور بشأن جود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتوافق على أهمية حث كافة الأطراف على الوقف الفوري واللمواجهات والعنفة وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي وأردوغان توفق على أهمية تجنيب بتعريد المدنيين المخاطر وزاق الأرواح أخذا في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم كما أكد الرئيسان السيسي وأردوغان ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المعتمدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلاة شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب بصوت العقل ومصار التهديئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منعا لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخرجها عن السيطرة جاء ذلك خلال اتصال هاتفية تلقاه رئيس السيسي من ولي العهد السعودي حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنصيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية وهو الأمر الذي يتطلب التهديئة الفورية ووقف المواجهات العسكرية في جميع الاتجاهات أجرى وزير الخارجية سامح شكر اتصال هاتفيا مع المفاوض العام لوكالة الأونروا لبحث تنصيق الجهود الرامية لضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وأكد المتحدث باسم الخارجية أن مصر تطلع بدورها الإنساني في كافة الأحوال وكل الظروف كما بحث الوزير الخارجية مع المنصق الخاص لعمية السلام للشرق الأوسط ثور ويسلينسلاند خطورة التصعيد الحالي في غزة وبين الفلسطينيين والإسرائيليين في مناطق متفرقة وأكد شكري على ضرورة التوقف عن تعريض المدنيين للمخاطر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والعمل المنصق والجماعي لضمان وقف العنف والتصعيد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا قصف العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 704 شهداء بينهم 140 طفلا و105 نساء وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن التواقم الطبية في المستشفيات استقبلت أيضا 3726 مصابا منذ بداية العضوان الإسرائيلي كما أكدت الوزارة أن إسرائيل تتعمد قصف المستشفيات والإسعاف مناشدة المجتمع الدولي التحرك لوقف العضوان الإسرائيلي أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 800 إسرائيلي قتلوا فضلا عن 2600 إصابة بينهم حالات خطرة وقال مكتب الإعلامي إن عدد رهائن بقطاع غزة بلغ 150 إسرائيليا أكد رئيس مجلس الوزارة مصطفى مدبولي أن التزام الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي كان أحد العوامل وراء نجاح جهود القضاء على الفيروس وقال رئيس الوزارة خلال كلمة له في احتفالية تتويج مصر كأول بلد يبلغ المستوى الذهبي في مصار مكافحة فيروس قال إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في التغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهوبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المسبوقة مؤكدا التزام الحكومة بالكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استدامته بكافة السبل والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين تواصل الهيئة الوطنية لانتخابات تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسية ابتداء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة من بعض ظهر اليوم وحتى يوم 14 من أكتوبر الجاري وكان رئيس حزب الوفد عبد السنديامة ما قد تقدم أمس بأرقي ترشحي لانتخابات الرئاسية أعلن المجلس العسكري في النيجر أن عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من النيجر ستبدأ اليوم تحت حراسة الجيش النيجرية وقال المجلس العسكري في بيان له أن عمليات مغادرة القافلة الأولى لقوات الفرنسية ستتم تحت حراسة قوات الدفاعية والأمنية للنيجر وأضاف البيان أنه على إثر اجتماعات وتواصل مع الجانب الفرنسية تم تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الفرنسية باتفاق مشترك ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر